اهلا فيكم حبايا ببرج الدلو رح تجوب شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتعامل مع برج الدلو ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكيها طاقتها تكون مشابهة لطاقتك او تنطبق عليك القراءة طبعا عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في الفيديو رسالة او مقطع معين او جزء معين انت تحس انه فادك او تحس انه بينطبق عليك فانت خذ من القراءة فقط الشي اللي بيفيدك والشي اللي ممكن تستفيد منه بانطبق عليك وترك الباقي راح نبلش بطاقتك انت بعدها راح نشوف طاقت الشريك والحبيب خطواتكم في المستقبل وايضا مصير العلاقة او شو ممكن رح يصير بينكم في المستقبل بنا نسحب فقط كروب وضيحية بعدها راح نبلش بالقراءة طيب نبلش بقراءتك اول او بطاقتك اول انت يا برج الدلو انت عم تركز حاليا عم شوفك تركز حاليا بكيف تشافي حالك او كيف تداوي حالك ممكن تكون كتوم ببعض المشاعر اللي عم تحس فيها وشوي دفاعي عم شوف قلبك مكسور مشان هيك عم تحاول انك تتشافى او تدعوى في اشي جارحك مشان شخص معين او بينك وبين الحبيب في اشي يمسبب لك نوع من الحزن واللي انت عم تحاول انك تتشافى داخليا ايضا عم شوف انه انت من الوضع المادي في عندك مشاريع جديدة او في عندك فكر جديدة فكرة جديدة او حتى مجموعة افكار جديدة بعم تحاول انك تشتغل عليها متحاول انك توسع طاقتك بالمجال المادي ايضا بتشوف انه وضعك المادي مهم بعلاقتك بعضكم بيشوف انه انك تتطور من الناحية المادية مهم لعلاقتك ممكن الشخص اللي هم تتعامل معه انت بتحس انه بيتطلب او بده شخص كتير ناجح عم شوف انت عم تمر حاليا بدورة معينة او في عندك اكتمال من نوع معين ايضا في شخص بحياتك بدك تتواصل معه ولكن عم تمنع حالك من انك تتواصل معه لانه انت مجروح عاطفيا او يعني زعلانه متحسس من الشخص اللي عم تتعامل معه ولكن عم شوف بدك تتواصل معه او بدك العلاقة بينكم تتطور اكتر ولكن عم تمنع حالك من انه انت تقوم بالخطوة الاولى او عم تحاول انك تكون متحفظ وكيتوم اكتر بالنسبة لطاقة الشريك او طاقة الحبيب طاقة الحبيب عنده مشاكل كتير بالبرايد او بالايغو او بكرامته ممكن انت ايضا نظرتك لهالشخص تشوف انه هو شخص كتير مش متعالي او مش شايف حاله ولكن ما بيحب انه يتأسف بس يغلط او عنده كرامة كتير عالية هالشخص اللي عم تتعامل معه ايضا بتشوف انه هو شخص تنافسي او شخص لازم هو اللي كنته اللي تمشي عم شوف ايضا هالشخص طاقته الحالية اه في عنده هدف مادي عم يطمح لالو لسه ما وصل لالو بالتحديد لسه عم ينظر لالو من بعيد ولكن بده عم شوف انه بده يطلع منتصر بالوضع المادي ايضا بالعلاقة بينكم ممكن تكون انت وهالشخص لانه عندكم اوراق مادية كتير عالية فممكن انت وهو اشخاص محفزين كتير من الناحية العملية او بتحبه انت وهو بتحب انه تنجحه من الناحية المادية يعني مثلا اذا انت برج الدلو رجل والشخص اللي عم تتعامل معه امرأة هالمرأة بتحب تكون مستقلة بحالها بالذات من الناحية المادية عم شوف انه دائما بتحب الانتصارات هالمرأة او ممكن يكون العكس صحيح بالنسبة عم تحط هالشخص عم يحط مجهود بالعلاقة او عم شوفه عم يشتغل على التفاصيل الصغيرة بالعلاقة ممكن ايضا انت تشوف انه هو شخص كتير او كتير بيركز على التفاصيل الصغيرة وانت بتركز على الصورة الاكبر للامور او على المنتوج النهائي للامور لانه عندك فهالشخص عم تشوفه انه بيحب يركز كتير على التفاصيل الصغيرة ايضا عم شوف انه طاقته نارية هالشخص اكتر فممكن يكون هو الشخص الحركي اكتر بالعلاقة ممكن تكون انت الشخص الهادئ الشخص اللي بيحب يحلل الامور ما بيحب يتسرع باتخاذ الامور بعكس هالشخص ممكن يكون شوي مندفع او شوي متهور باتخاذ القرارات مع انه بيركز على التفاصيل الصغيرة الى انه يكون مندفع باتخاذ القرارات ايضا هالشخص اه انت عم تتعامل معه ممكن يكون طبيعة الاشي اللي بيبي يصاوي او طبيعة نجاحه بالعمل بتطلب نوع من الالوجين او بتطلب نوع من الوهم او خلق صورة وهمية يعني ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون في عنده كذا شخصية او كذا شخصية معك وشخصية يتطلبها وظيفته يعني مثلا ممكن يكون ممثل او ممكن يكون شخص كوميدي شخص يقدم انترتيمنت او يقدم الترفيه فلابد انه يخلق شخصية معينة فعم شوف هالشخص من ناحية يعني عم شوفه عم يلبس شخصيات كتير او ممكن يتغير ويتحول من شخصية جادة الى شخصية عفوية الى شخصية صغيرة الى شخصية كبيرة يعني هالشخص كتير بيتتمقل بين عدة شخصيات فانت بتشوفه من هالناحية بيجذب نظرك هالشخص لانه ما بتمل منه دائما فيه اشي جديد بحيات هالشخص او دائما عم يقدم لك اشي جديد او دائما بتشوفه بشخصية جديدة او ب صعب عليك صعب عليك انك تفهمه لانه دائما فيه اشي جديد تكتشفه بخخصيته او بطبيعة هالشخص طيب بالنسبة للي طاقة مشتركة بينكم شو ممكن يكون بسبب الخلافات اللي بينكم هالكيمي فهالشخص هالكرت كتير بيناسب هالكرت لانه هالكيمي ممكن تكون بتشابه ورقة الساحر او ورقة بمعنى بمعنى انه فيه طرف بينكم ممكن يكون كتير منغمس ممكن الشخص اللي عم تتعامل معه يكون كتير منغمس بشخصية اللي بيظهرها للعالم او الشادو سايد الشخصية الاخرى بحيث انه صعبت الامور عليكم انه تتقربوا من بعض او انه يكون فيه صراحة مطلقة بينك وبين هالشخص ايضا فيه كتير فيه كتير اوراق فيه كتير سبعات عم تطلع عم تطلع عندي سابن سابن فممكن رقم سبعة يرمز للبعض منكم باشي معين ايضا هالشخص فيه عنده اختيارات كتيرة يعني السبب الخلافات اللي بينكم ممكن تكون انه علاقتكم مش كتير مستقرة مع بعض فيها طلوع ونزول كتير ايضا فيه بينكم حب وتعتبروا بعض مثل السلمات ولكن فيه فيه بينكم بعد بالمسافة ممكن تكون بعض بالمسافة حرفيا يعني انت بمطرح وهو بمطرح وايضا ممكن تكون انت وهو بتشوف انه انتو متوافقين كتير مع بعض ولكن فيه دائما صرف عم يحاول يبادل شخص الآخر من حياته او او يحاول يخلي مسافات قدر المستطع لانه عندك في ستار كارد فانتو تنظروا على بعض مثل الامنية بدكم وياها تتحقق ولكن في الوقت الحالي لسه هي امنية لسه ما تحققت لسه بعيدة بعيدة المدى ايضا في بينكم في بينكم كتير تقلب بالعلاقة لانه في عندك هون ايس اف وانز بعدين كين وفصور يعني في عندكم دائما بيصير بدايات جديدة بسرعة وبتمتهي بسرعة ايضا او دائما الوضع بينكم بتحسن بسرعة وبعدين بيرجع ينطلب الوضع بسرعة ايضا 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 العلاقة بينكم عمشوف انت وهو اشخاص كتير تستخدموا المنطق لتحليل الامور سواء رجل او امرأة الطرفين بها العلاقة اشخاص بيحبوا كتير يستخدموا المنطق بتحليل الامور ما في كتير او ما في كتير تعاطف يعني من الناحية العاطفية ما في تعاطف للامور الوضع بيحل المشاكل بينكم وبيحل الامور بيكون كتير منطقي بالذات للطرف هاد ممكن تكون عكسية ممكن تكون انت هالطرف بس بالذات للطرف هاد في عنده كتير كرامة عالية فهو دائما بيستخدم المنطق بتحليل الامور فانت شوفت خطواتك القادمة في المستقبل فانت بالمستقبل حاليا ممكن تكون مشوش او ضايع شوي بانك تكتشف شو الاشي اللي الهدف في الحياة او اللي المفروض تساوي في الحياة عم شوفك عم تركز اكتر او رح تركز اكتر بالمستقبل على انه تكتشف شو المفروض اللي تساوي بالحياة سواء كان من ناحية عمل او سواء كان من ناحية عاطفة سواء كان من ناحية شخص عم شوفك كتير عم تحاول تفهم هدفك بالحياة ممكن ايضا تكون شخص رح تركز بالمستقبل على روحانياتك وايضا عند رح تركز على منتياتك او بدك بالمستقبل مع هالشخص تكون العلاقة بينكم تقليدية اكتر يعني بالمستقبل عم شوف للبعض منكم بده ارتباط مع هالشخص او بده الزواج مع هالشخص لانه عندك تهيرفنت تهيرفنت او البابا شخص روحاني الطاقة رح تكون بالمستقبل شوي بطيئة طاقتك بالتحرك او طاقتك بانك تكتشف شو اللي بتريده ممكن انت هم تحاول تفهم طبيعة العلاقة بينك وبينها الشخص وتشوف انه هو هل تحاول عم تكتشف انه هو فعلا الشخص اللي بدك تكمل حياتك معه ولكن عم شوف انه بالمستقبل عم تفكر انه تكون جدي اكتر تكون اكتر او تكون منطقي اكتر في عندك ايضا في عندك فرص مادية رح تيجيك عم شوف بالمستقبل او رح تقابل الشخص ايضا ممكن انت محطوط او رح تنحط بطريق بالمستقبل لانه في عندك اختيار بين شيئين في عندك شيئين لازم تختار منهم فممكن بالمستقبل انت بدك تحاول بعض منكم يفكر كيف يوثق بين المادة وبين الحياة العاطفية وبين الشخص اللي عم تتعامل معه ممكن انت عم تحس انه فيه اشي عم يأخذ من اشي يعني اذا ركزت كتير على الوضع المادي عم يأثر على علاقتك مع هالشخص واذا ركزت كتير على الوضع العاطفي عم يأثر على وضعك المادي فالبعض منكم عم يحاول يوجد نقطة الوصل من نشوف خطوات الحبيب القادمة حبيب حبيب او شريكك عنده فينيكس رايزن يعني هالشخص عم يمر بتغيرات جذرية بحياته حاليا وفي عنده شفت او في عنده صفحة جديدة رح يبدأ فيها او مطرح جديد رح يبدأ فيه ايضا بدي احكي الابراج اللي عم تتعامل معها قبل ما انسى ممكن تكون عم تتعامل مع ابراج هواية ابراج مائية مش كتير نارية بس يكون ممكن هالشخص شوي متهور ايضا ممكن عم تتعامل مع برج السرطان لانو هالكرت يتبع برج السرطان الغالبية كرة السرطان طلع مرتين طلع بيهدك وبيهدك فالاغالبية ممكن برج السرطان او شخص في عنده مي كتير للخارطة الفلكية تبعته وهوائي ايضا في عنده طاقة كتير هوائية ولكن بالمستقبل عم شوف انه في عنده هدف هالشخص عم يسعى لاجله في عنده تقدم رح يصير كتير منحوض وكتير سريع عم شوف انه الناحية المادية شخص يعني متمكن متمكن او في عنده ديترمينيشن كتير عالي للوضع المادي ام نطمح الى انجازات كتير عالية بالوضع المادي مثلك انت ومشوف ايضا انه هو يشوف انه العلاقة من اجل انه تكون مريحة لازم يكون المدخول المادي مش عالي ولكن لازم يكون مريح ايضا يعني هالشخص بيفهم انه المادة طبعا مش كل اشي ولكن بيفهم انه هي اشي كتير مهم من اجل تكوين اسرة او تربية طفل او اشي مثل هاك عم شوف انه هو في شخص كتير مصمم اذا انتم منفصلين مش عم تحكو مع بعض شخص في عنده كتير ارادة وتصميم انه دائما كل الامور بتخرب يصلحها مرة ثانية او مستعد انه يحط المجهود مشان يصلحها مرة ثانية او يصالحك مرة ثانية او تتوفق بالعلاقة مرة ثانية يعني ام شوفه شخص كتير صبور مع انه متهور متقلب المزاج الى انه ممكن يتحمل كتير شخص مرن يعني ممكن يتحمل كتير ممكن بتغير طاقت سعي مجعم بارف احكي اليوم ممكن تتغير طاقت كتير ولكن شخص بيتحمله كتير كتير فلكسبل عقليته من فتحه بيحب يسمع اراء اخرى طيب نشوف تعقدكم بالمستقبل شو رح يصير سايكلز هالكرت اجا بنفس المطرح لبرج الجدي فاذا بتحيب تتابع القراعة هديك ممكن تفيد اكريش معين لانه بنفس المطرح جاء فبالنسبة لتعقدكم بالمستقبل عم شوف انه في عندكم شفت وتغيرات رح تصير بينك وبين هالشخص فيه بينكم لسه رح يكون فيه تحفظ بالمستقبل الى انه الوضع المادي رح يكون منيح بينكم لانه انت وهو اشخاص كتير مصممين فيه عندكم عزيمة وارادة اشخاص ايضا بدكم تكونوا اسرة مع بعض انتو وهو عم شوفكم عم تطمحوا الى تكوين اسرة مع بعض برغم برغم التشوش اللي ممكن تحسوا فيه وعدم اتخاذ القرار ببعض الامور او فيه عندكم شوية اللي خبطة باتخاذ القرار الى انه الهدف النهائي بالنسبة للكم الاثنين هو تكوين اسرة وعم تشتغلوا الاثنين لحتى توصلوا لهالهدف وتسهلوا هالهدف قدر الامكان ايضا عم شوف شوي بالمستقبل فيه دفاعية بينكم شوي فيه تحفظ بينكم ولسه فيه شوي فرد سلطة بينكم يعني لسه رح حبيبك او شخص اني عم تتعامل معه كتير عميد من اللي مبين بالقراءة مبين انه هالشخص كتير عميد او فيه بينكم وبين بعض كتير عميد او متحاول انه يعني كل واحد يفرض سلطه بالوضع او ممكن انت تحس انه عم يحاول دائما انه يفرض سلطه اذا انت رجل ممكن الامرأ اللي عم بتعامل معه تكون امرأ شخصيتها كتير قوية واذا انت امرأ ممكن رجل اللي عم تتعامل معه كل شخصيته كتير كتير قوية وبيحد يكون هو اللي دائما مسيطر على الامور ولكن عم شوف انه طريق بينكم شوي صعب شوي في تحرك في ما في خط ثابت لحد الان يعني لسه في طلعات وفي نزلات ولكن الهدف النهائي يعني برغم المشاكل اللي عم بتصير بينكم الهدف النهائي للطرفين بها القراءة بها العلاقة هو انه يكونوا اسرة مع بعض عم يشتغلوا كتير مشان يكونوا اسرة مع بعض عم شوفكم عم تعتبروا بعض ورفقاء ضرب ايضا ممكن تكونوا اللي اتنين عم متوفروا من الناحية المادية من عجل هالعلاقة للبعض منكم اللي عم تصارح بانه بدوا يكون اسرة مع هالشخص اشتغلوا